موسيقى اي علاقة بالسن هي ليها علاقة بالموضوعية منول يا رامي وامجد جمال ايضا الكامير ومالاش علاقة بالسن ناقدنا الموسيقى ليها علاقة بالموضوعية ازاك اامجد وانتو بالصحة والسلامة طبعا بقى لما اجي ارحب براجل ملاح شعر غنائي زمالكاوي بقاله 3 4 5 6 7 ايام 5 و 5 عزيز شافعي زكي عزيز كل سنة وانت طيب وسنة جديدة سعيدة عليك قادر يا كريم وعا الزمالك مساء الفل يا استاذ يوسف كل سنة وحادة طيب وضيوفك المحترمين طبعا الاستاذ رامي طبعا وحبيبي الاستاذ امجد مصطفى عمدي في الكنترول برضو اصدقاء الاعزاء مبسوط ان انا معاكو قبل بداية السنة الجديدة والله العظيم احنا مبسوطين بك اكتر تاتشود ما شاء الله نجاح مزهل معروبي نجاح مزهل مع عمر دياب الحمد لله انت بتعمليه عزيز شكرك والله انت بتعمليه انت بتعمليه في سوق الغناء او في صناعة الغناء في مصر والله انا زي ما انت عارف طبعا انت راجل يعيش بكبيرة وصداقة انت حبيبي والله انا بحبهم جدا جدا وفرصة ان انا لقولك الكلام ده انا بشتغل تقريبا من سنة 2002 في المزيكة صحيح فاللي بحاول اعمله لو فيه حد بس بيتابع بالضبط اللي بدأ من ساعتها لغاية دلوقتي هو هو نفس الحاجة انا عندي نفس الطابع المزيكي بتاعات المزيكة بتبقى مش عندي وساعات بتجيزي هو تصدف ان اخر خمسة سنين الحمد لله ادرت انما الحاجة اللي بقدمها توصل للناس تعجب الناس وبتمنى يعني اواصل عزيز ده توضعك المعتاد انت عارف انك عامل زلزال في الصناعة بس الزلزال الحلو احنا بقالنا اسبوع كل الناس بتتكلم تاتش وود ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عن عزيز الشافعي الحمد لله انت بتعمل ايه انت بتعمل ايه ايه اللي بيجي على زهنك عزيز وانت بتكتب وانت بتلحن بقول لا اسبوع او والله اكتر والله من ساعة ثلاث ساعات متواصلة من غير فاصلة وصولا والله بيجي على زهني كل خير بس انا بتحكم في اللي بيجي في زهني بس انا مقدمش بتحكم في اللي بيجي في الزهن الناس يعني بتفتيش في النواية زي ما انت عارف اه قريب قوي اللي محاكم التفكيش تا الزمان في اوروبا دي وبقى يعني محبش انت عارفوضة في مصر احنا دولة اه عندها جزور ثقافية وعندها قرس قوي جدا من الاجداع وحرية الاجداع والثقافة السلمة وفي الدراما وفي الاغاني انا منطلق من هنا انا بكتب زي ما كان بيكتب الشعر الكبار مرسي جميل عزيز وحسين السيد واحمس الفيء كامل كلناس القوية دي الله وبلحن برضو كتلميذ للملاحنين الكبار محمد عبدالوهاب وباليك حمدي والموجي واسدتنا بحاول ان انا بقى في الخط ده وبحاول اقدم حاجة انا مقتنع بيها وبحبها وشايفها انها هتزود المحتوى الغنائي في ظل المنافسة الشرسة مع الوان تانية او جونر ثانية من المزيكة منافسة طبعا قوية جدا فبنحاول ان احنا كن موجودين بالأجاني تاين عمر دياب قعد لفترة كبيرة الكم سنة اللي فاتوا أغاني فرايحي قوي قوي وبعدين روحتين تواخدوا بقى مرجعوا لعمر دياب بتاع زمان صح ولا ايه لا مش هذا الوحدي انا والزملاء وهو عمر دياب على مدار تاريخه الجنائي الحافل وبعتبره من اهم المشاريع الغنائية في الشرق الاوسط مفيش انكار ثلاثين اربعين سنة يعني عملاق في الصناعة سمعتنا احنا دلوقتي وقفة وسند على عمر دياب بكل صراحة ومعتقدش انك حد هيخلفني هو مع الدفة وبيشوف السوق الغنائي محتاج لإيه وبيدأ ينفذ الابومات او اغانيه في الضوء ده احنا كمان عندنا برضو وبنفكر وبنشوف ايه اللي ممكن نعمله ونبدأ نقطرح عليه كلنا وعلى طبعا المتربين التانيين زي حمائي زي تامر حسني زي بقى سلطان زي شيرين متربين الكبار بتوعنا ايه اللي ممكن يتعامل علشان خطر نحافظ على المشروع اللي احنا يعني بنمثله دلوقتي او الساحة اللي احنا بنمثلها دلوقتي صحيح عزيز انا مبسوط قوي ان اسمعت صوتك وكان مهم عندنا ان احنا نقولك كل سنة وانت طيب ومهم عندنا احنا نهديك على النجاح الحلقة اللي اح تبقى سرية كده وكل سنة هم تايبين كل المصريين بخير والعرب ورب 24 تبقى سنة خير على الفن المصري وعلى مصر في كل النواحي وعلى غزة ان شاء الله امين وعلى غزة وعلى السودان وعلى لبنان وعلى ليبيا وعلى سوريا وعلى العراق وعلى كل كل الانساني ونشوفك قريب عزيز اشرفني والله انا اللي اتشرف ربنا يخليك اغنية العربية عزيز شافعي نعيد الترحيب مرة تانية برامي المتولي وامجد جمال على طريقة بقى بتوع الكرة هبدأ الاولة هامجد هستأذنك بما ان احنا بدأنا مع عزيز بالمزيكة هروح لرامي ونتكلم على السيمة ماذا شاهد المصريين في عشرين تلاتة وعشرين الاتجاه بتاع المشاهدة كان فيين هو في السينما اه يعني اقدر اقولك يعني في قزمة كبيرة اوى في الصناعة رغم ان احنا لسه عندنا اه اه عدد كبير جدا من الافلام المنتجة المصرية اه وده بيحافظ على دورة رأس المال وبيحافظ على الصناعة بشكل عام وكان اه في افلام كتير اوي يعني فيه فيه بينها وبين بعض درجات فيه الانتاج اه في حاجة كانت انتاج ضخمة فيه انتاج متوسط فيه انتاج ضعيف اه لكن كلها تحت مظلة الفيلم التجاري مفيش فيلم له صبغة فنية اه محدش مهتم ان هو يقدم النوعية دي من الافلام اه خاصة ان الكل بيدور بشكل او باخر على اه فكرة اه ضمان او الامان او المساحة الامنة في اه امتاج الافلام تأمين معطيات اقتصادية للصناعة بالزبط مش اكتر من كده فده عامل جاب كبير جدا احنا بنحس به لما اه ما بنشوفش افلام اه بتمثل مصر بشكل جيد فيه المهرجانات الدولية اه مفيش اه يعني مثلا لجنة الاوسكار دايما بتواجه ازمة في ان هي اه تلاقي فيلم له طبقة خاص يروح لي المسابقة بتاعة الاوسكار اولاين الجواز الامريكي كله اللي احنا شغالين فيه بداية من الشهر ده وصولا لغاية شهر اه فبراير اه الفكرة كلها ان ال السنة كانت جيدة كان فيها افلام جيدة لكن ما كانتش بتمثل التنوع اللي احنا مؤتدين ومن السينما المصرية حتى في عصرها الزهب يا اوكي طب انا هرجع للحتة دي بس عايز اروح لامجد كنقد موسيقي وصانع محتوى نقدي ايضا وعمل مشاكل يعني مسترين الجدل انت عارف ان انت عامل مشاكل صحيح مصنعك وراء مصنع الأغاني اه انت ومصطفى مستر الجدل اه عاملين اه طبعا انت لاحظت ان احنا وانا نتكلم انا ورامي قبل ما نبدأ الفقرة فان احنا عندنا الحياز لجنريشن اكس بتوع سانة 75 وانت طالع فبنعتقد دايما ان احنا جل زهبي بس ماشا جل طيبين جل طيبين عضلاء عمر طاهر اللي شافوا كل حاجة بس انا اولا غير انه ماشا الله وتتشهود ولافت لنظري جدا صعودك الرائع وعلشان كده انا مصر على ان كلمة الكبير عندما يوصف بيها ناقد يوصف بيها كاتب يوصف بيها محادي ملاش علاقة بسنه اللي هي علاقة بقدرته التحليلية ونقده الموضوعي شكرا جدا لا والله بقليبك بأمان قولي بقى على نفس السياق اللي كنا نتكلم فيه نوران الناس سمعت ايه وهل احنا ماشيين في الاتجاه برضو بتاع زي ما اتقال عليه كوميرشل يعني سينما كوميرشل وبرضو مزيكا كوميرشل هي الميزة في المزيكا انها من زمان يعني مفيش التصنيفات دي وده اللي احنا مبسوطين بي يعني الاغنية الفنية هي الاغنية الهت يعني الفنين الموسيقين بيستعوب ان هم يعملوا الهت الاغنية اللي هي المفرقة او اللي احنا بناوليها اللي ضربة ففكرة ان الاغنية الفنية هي الاغنية اللي بتنجح يعني هدف نعم الاغنية تنجح في ده المقياس يعني مفيش في السينما كلمة هت ل 있으니까 نسمعهاش فال Khôngيميرشل في المزيكا هو الغاية أو الهدف فده ده حاك ويسعي ما فيش التصنيفات دي بس مثلا أنا بلاقي انه 23 أو سبقها 22 كان فيها صعود مزهل لما أطلق عليه موسيقى المهرجانات 23 أصبحت في وجهة نظرة في أفول خلاص نجم سطع بسرعة وقفل سريعا بس تبني الشكل المهرجاني ودمجه جوه الباب ميوزيك أو البابيولر ميوزيك ده أعتقده من سمات 23 يعني تم تدجينهم شوية تدجينهم يا مفتري يعني مثلا العناصر المميزة عندهم دخلوا في الباب الشاعر مثلا زي مصطفى حدوتة ده عامل ألأ يعني الفترة دي عمر دياب جابه يكتب له أنغام جابته يكتب لها فده كان شاعر بيكتب بين تل جيران وعود البطل والحاجات دي فتم استقطابه يعني هما كان فيهم عناصر مميزة يعني ما كانش كله هلس كان فيهم ناس بيعرفوا يعني يعني هما عندهم مواهب ناس عندهم فكرة الناس دي بتادوا يخشوا في يتم تدجينهم أو أنهما يخشوا في الصناعة الصناعة النظامية بشكل حقيقي يعني المواهب دي انها يتم استغلالها لأنها كانت زي ما احنا عارفين يعني فاللي حصل أنهما انحصروا في الشارع أو رجعوا تاني أغاني أنا بسميها أغاني العشوائيات وآسف جدا أنا حتى مش بسميها أغاني شاعبية هي رجعت تاني ما انحصرتش هي انحصرت في المجال العام كان تفقد معاك الاغنية الشعبية لون تاني خالص خالص ومناطق الشعبية بسمعوا الأغاني الشعبية بسمعهاображ مهرجمات هي انحصرت في المجال العام لكن ما انحصرتش في العموما يعني هي المشكلة اللي حصرت من أربع خمس سنين لما ليهل بنت الجران وإخواتي والأغاني اللي ضاربت دي كانت انها مش ان فيه أغاني مهرجمات أغاني المهرجمات بقت هي المينستريم بقت هيφο خلاص مسيطرة على كل الفئات والطبقات وفي كل مكان بتروح تسمع بنت الجران وتسمع الحاجات دي فدلوقتي هي لسه موجودة وليها شعبية بالمناسبة وفيه يعني فيه رمز لسه بيمثلها هو اسمه عصام صاصة عصام صاصة مكتسب بس هو ملوش أغنية مفرقعة يعني ملوش أغنية بنت الجران ملوش أغنية العبيلة مصر ملوش الأغنية اللي هي عاملة ضجة فضيع بس هو موجود موجود بأغاني كتير ده بينزل في السنة 77 أغنية يعني كل أسبوع أغنية ونص فهو بيغرق السوق يعني بس هو في النهاية هو الأرقام اللي عاملها بنشوفها على منصات المشاهدة يعني المختلفة طبعا هي جاية من الغزارة الانتاجية أكتر منها الانتشار والشعبية هو بيعمل 77 أغنية بيغرق السوق معظمها بالمناسبة بيكون ألحان يعني بيتم السطو عليها كنا مع عزيز الشفع دلوقتي هو أشهر أغنية لي أو أنجح أغنية للسنة دي هي لحن عزيز الشفعي بس عزيز ما لحنهلوش يعني ما دلوش حاجة هي أغنية اسمها سيبك من اللي خلعة دي عصام صاصة مع محمود الليسي هو خد اللحن بتاع أغنية روبي اللي هي جانب هداوة وعمل أغنية مهرجة عزيز الشفعي ما عملش مشكلة عشان عمل خاطر لمحمود الليسي اللي هو بيشاركه معاه في دويت فكان ممكن تحصل مشكلة بس هو كتب شكري خاص لعزيز الشفعي كان هيكتبت الحين عزيز الشفعي بس عزيز رفض أنا ملحنت لكش ملحنت لكش ما خدتش مني إذن تستخدم اللحن بتاعي بزبط أنا ما جتلكش بلحن ولا أنت طلبت مني لحنة فعملته لك وبعدين إيه الملحن اللي هيبيع اللحن بزمتين يعني هيبيع اللحن مرة روبي ومرة روبي ومرة الصاصة حتى بتحطه في موقف يعني فاللي عايز يقول يعني موضوع عصام صاصة أن هو حتى الانتشار والنجاح والأغاني الكتير دي كل أسبوع وأغنية والحاجات دي جاي من أنت أصلا بتاخد ألحان موجودة بيتم الصاتو عليها وبتقدمها على أنها أغانيك يعني أو أنت بتعمل أغانية أنا أصلا بشم أنتقي إني الفنان ينازل كل أسبوع ونص أغنية كل أسبوع أغنية ونص يعني أو يعني الإنتج يمشي والأغنية ونصف يعني يعني بالآن هي عد Ок�� contestants وتدخلت مع فرق أموان بشكل أب آخر ودهه غريب هي فقاة شايف لناها فقاة هروح للفاصل ويمكن نتكلم معاكم عن مسألة الإغراق انت زكارتها المجدت دي حاجة مهمة جدا ومسألة المنصات مبين هل هي مفيدة ولا هي مش مفيدة معلوم że هناك منصات بتغرقني بثقافة ما على مستوى السينمائي وتعمل كوارث بثقافات مجلوبة غير مقبولة مثلا عندنا في المجتمعات بتاعتنا الشرق الأوسطية لو صح الكلام وبالمناسبة مش بس الشرق الأوسطية مجتمعات البحر المتوسط كلها ترفض الشكل ده من الثقافة ونفس القصة الإغراق على بلاتفورمز بتاعت أو منصات الاستماع انت بتغرق عصام صلصة أغرق المنصة بس هذه كل المسألة فحقق أعلى معدلات استماع بس ده مش معناها أنها أفضل أغاني مفيش فيها هدد مفيش فيها هت هي كتير مفيش فيها بنت الجران بس مفيش فيها بنت الجران هنتكلم عن نفس الجران تخلم ما بنت الجران تتحول إلى آيقونة بوضم ودي بوضم ضمن مأس الزمن لأنها وصلت لكل الطبقات وكل الشرائح ونكحت فعلا نكحت نجاح ملموس يعني بغض نظرة عن زقنا أمجد أنت صادم مص وده مهم وأنا أحب الناس الصادمة يعني أنا حتى النهاردة كنت بقول للمصطفى حامد قلت له أنه لحد اللحظة دي بحاول أفسر كلمة سكر محلي محطوط على كلمة أي سكر محلي مصطفى حبدوتا إيه يعني إيه سكر أو فيه سكر مر سكر محلي أي عملي فيها فيلسوف هو كلما زودت السكر يعني فيه بسكتام أرمشة برضو أنت كلما زودت السكريات كلما الأغنية باعت أكتر ويعني دي كانت يعني دي من كتالوج كتابة الأغاني مع الرأي يونس محمد فتح يونس قالي ممكن محلي معناها نو صنع في مصر ممكن لا هو محلي وده بيخلليه جودة أكتر محلي وعايز يقول بعضها محني كمان فعايز يعني والسكر هيبقى محني لا الكعب محني هو عايز يعمل جناس أو أي حالة بقى في الهنتريش مفيش مطبس وهنروح للفاصل محلي بس ده محل الصنع ونرجع نكمل الكلام أهلا وسهلا بحضراتك وكل الترحيب وضيوفي الأعزاء أستاذ رامي المتولي كاتبنا وناقضنا السينماء الكبير والأستاذ أمجد جمالنا قدنا الموسيقي والغنائي الكبير وهرجع هنا لرامي على الإغراق ثقافة الإغراق يعني المنصات بتلعب دور في الإغراق ويمكن أكتر مش هستقق مش هستقق مش هقول طبعا اسم منصة لكن أكتر عن طريق الدراما بتاعت المنصات دي مش بس أفلام الدراما بتاعتها بقى بتشدك تكذبك فانت بتتفرج على حالة هامرينج حالة 2 3 4 5 7 لو ميني سيريز أو بقى أخش على السيزنز والأجزاء ورسخ في صقافات هو الفكرة من وجهة نظري إن هي مش إغراق قوي هم بيمشوا بالسياسة زي سياسة الجس النبض لأن هم برضو بيبقوا محتاجين إن هم يحققوا مكاسب وهم عارفين إن هم لو اصطدموا مع ثقافات هيؤدي إلى إلى ممكن حالة من الغضب قد تؤدي إلى إلغاء الاشتراكات قد تؤدي إلى نهاية وجود منصة ما في منطقة ما فهم يعني طول الوقت هتلاقي البرنامج بتاعهم بيتغير المكتبة بتاعتهم بتتغير يعني المنصات العالمية منصة شهيرة جدا يعني معروفة أول ما بدأت كان جواها محتوى ممكن نقول إن هو له طابع ديني شوي له علاقة بهم بدأوا إنتاج إيه في الدولة اللي هم بدأوا فيها بعد فترة المحتوى دا تشهيل من المكتبة لأنه هو المجورتي ما بتتفرجش عليه فبتدوا يسحبوه وهكذا مع كل إنتاجاتهم هتلاقي إن هم بيحطوا الحاجة المناسبة للزوء بتاع المنطقة بذلك هتلاقي إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليها مكتبة أوروبا ليها مكتبة أمريكا ليها مكتبة وده ما بينطبقش على منصة واحدة على المنصات ده كتالوج ماشي المنصات الدولية شغلها كده فالإغراق هنا من بأنه هو يحاول يغطي كل الأزواء قدر الإمكان عشان يوصل لعتبة تانية العتبة اللي هي الانتاج إنتاجه هو العالمي داخل المنطقة ودي المنصات بتعملها تباعا المنصات العالمية بتعملها بتباعا يعني إحنا دلوقتي وصلنا إن إحنا عندنا تقريبا منصتين عالميتين بينتجوا أعمال أصلية ليها علاقة بالمنطقة بتاعتنا فالفكرة هنا إنه هو بيحاول يمشي على خطوات وده في الأول وفي الأخر كتالوج رأسمالي هو عايز يكسب فلوس يحقق اشتراكات يقدر يقدم محتوى يكون جاذب ويخليك إنت تشترك في منصة واثنين وثلاثة ده طبعا ما بنتبقش على المنصات المحلية أو المنصات الإقليمية دي بتبقى ملتزمة جدا بالكود الأخلاقي ولكود تراعي كود ومعايير أخلاقية واجتماعية صارمة جدا وهكذا بالضبط وبتفرد التصنيف العمري على الأضاية الاجتماعية كمان مش على مجرد الدم والعنف والأشياء الأخرى اللي بتتفرد عليها لأ ده بيبقى التصنيف العمري داخل ضمن النقط دي فزي ما بنقول كده كل حاجة ليها سوقها كل حاجة ليها الستايل بتاعها فهي ده الإغراق يعني الفكرة هنا إن انت إزاي تقدر تعمل حاجة منظمة يعني لو هديك مثلا منصة بوتشت بقالها سنتين نقدر نقول إن هي متحكمة في المواسم بشكل رئيسي يعني إحنا للسنة التانية على التوالي إحنا شايفين تنظيم كبير جدا عندي رمضان ده الموسم الرئيسي للدراما للدراما التلفزيونية وبيتحط فيه معظم الإنتاجات وما بعده فيه off season الoff season نفسه مشينا على الكتالوج الأمريكي في تقسيم المواسم بقى عندي موسم off season كبير بيتقسم نصين نص في الخريف ونص في الشتا ونرجع تاني نستقبل موسم رمضان وهكذا دوليك فإحنا بقالنا سنتين بنشوف المسلسلات بتتعرض بشكل متتابع وأحيانا بيكون فيه مسلسلين بتتعرضوا في نفس الوقت والمسلسلين بيحققوا نجاح فهنا فيه كسافة في الإنتاج أقدر أقول عليها إغراخ ممكن نقول عليها إغراخ ولكن هو إغراخ هنا ممنهج محطوط بشكل مدروس بقاله سنتين بيتناتعمل فيه بشكل رئيسي نقدر نقول إن هنا المسلسلات بتحقق نجاح ومسلسل بيسلم التاني وهكذا ده أنا عايز أرجع له في إطار أنه أنا شايف أن الدراما اتطورت كتير جدا نحي في منتصف اتنين وعشرين وصولا لنهاية تلاتة وعشرين بس هنا هرجع على الموسيقى أنا عندي صناعة دراما واضحة يعني طول عمري وده ما فيش في خلاف واتطورت جدا زي ما كنت بكلم مع عرامي نفس القصة عندي صناعة سينما الأفلام بقى هيا كوميرشل الأفلام مهرجانات زي ما بتقل قصة ولا مناظر على رأيه نيدي دي قصة تانية لكن في المزيكة أنا كان عندي صناعة وأعتقد ما بقتش صناعة ده بكلمنا عن منطقة بالكامل مش مصر مصر أنا لازلت مقتنع إن هي اللي بتصنع ترند الموسيقى وتطورها في المنطقة بس أنا كان عندي صناعة إن كان عندي منتجين للموسيقى والغنية في المصر ما أصبحش عندي منتجين أصبح يوسف بيغني فبيعمل شركة إنتاج لنفسه ده مضر ولا مفيد أنا شايف إن هو مفيد على فكرة إن هو بيدي حرية أكتر للمطرب أو الفنان زايد إن هو بيدي له كمان حرية أنزل سينجل أنزل آلبوم مش مقيد بحاجة مش مقيد إحنا كمان بيبدأ نفهم شخصيات المطربين يعني زمان كان في فنانين أو مطربين سر نجاحهم هو المنتج بتاعهم اللي بيختار لهم ويقول لهم يغنوا إزاي ويغنوا إيه حتى ما كانش فيه ثقافة موسيقية عندهم يعني كان هو حتى يقول ده بعد عن فلان بعد عن المنتج الفلاني فالكرف بتاعه بدأ ينزل أو بعد عن المنتج المعروف معروفين بعد عن ناصر بعد عن أساس محسين بعد عن واكز فمهم إن الفناني يبان شخصيته أصلا يعني أنا بشوف إن برضو الفن حاجة ذاتية يعني فمهم إن الفناني إن ما فيش حد بيتحكم فيه حاجة بيحركه هو بقى يوريني إلا عنده فعلا بس ده ما يخلقش سوق عشوائي يعني ما هو غير منظم يعني المنتج في النهاية بيبقى فيه عنده رؤية للسوق عنده رؤية لطريقة التوزيع عنده رؤية للمواسم على رأي ما كنا بنتكلم دلوقتي مع رامي على السينما عنده رؤية للغنوة دي هتضرب دي مش هتضرب دي هتشتغل دي ما تشتغلش دي تنزل صيف دي تنزل شتا دي أغنية الأفراح دي أغنية الليل الملاح دي بتاعة المصيف كلام من ده لكن النهار ده لما أنا أسيب الدفع في إيد المطرب في أصبح المطرب هو المنتج وهو الموزع ووجود البلاتفورمس فهو اللي بيتعاقد طب ما فيش طب ده أنا هنزل على الشانل بتاعتي على اليوتيوب وأحصد أرباح يعني ده ما يخلقش شكل من أشكال العشوائي والاتعاد عن فكرة الصناعة فيه قاعدة ديام بتقول إن السوق بيزبط نفسه فيه قاعدة مشهورة أنا عارف أنت ممكن تتفق معي وتختلف بس هي بالتجربة والخطأ السوق هيزبط نفسه أنا كنت بسمع حوار قريب لفنان الفنان رامي صابري بيتكلم فيه عن إنه هو لما ابتدى ينتج لنفسه هو من واحد من أكتر الفنانين اللي تسامعوا السنة دي بالمناسبة رامي نجوم السنة وأغنيته اللي هي يمكن خير دي أنا بعتبر أغنيت السنة لأن هي الأكثر انتشارة على كل المنصات هو كان بيقول أنا أنا كان مضحوك عليها في موضوع أن أنا مع شركات إنتاج ده عما جربت أنتج وأحط الأغنية على اليوتيوب والأغنية تجيب عائد وكده اكتشفت إن أنا بكسب أكتر هو بيتكلم حتى من ناحية مادية حتى هو نجمه بدأ يعلى لما بدأ ينتج لنفسه يعني فأنا شايف إنها أوكي هتظلم ناس بس هتفيد ناس تاني أنا شهاتي مجروحة في ده بس يعني رامي صابري أمو أنا جزء من الشركة اللي كان بتنتج لرامي السنة بحبه يعني لكن في النهاية فأشهاتي مجروحة فمش علق على ده شركة دي وفي تات شركات أنتجتل أنا عارف لكن اللي أنا عايز أقوله إنه دايماً وجود شركة أو وجود شركات معناها صناعة أنت متخيل لو العالم ما فيهوش مصانع وفيه مجرد ورش فردية عمر ما الصناعة هتتطور صح؟ بعتقد ده أيضاً في الموسيقى بعتقد ده أيضاً في السنة بس دالي عشان المزيكة نفسها صناعتها بقت سهلة ده عشان كيها رجعنا فكرة الإغراق تاني هو دي عشان كيها رجعنا فكرة الإغراق تاني بس هفش حاجة أعلمت بشأن المكن هشغالها مكنة بس هفش حاجة أعلمت بشت أنت قتلت ده بس أنا هنزل عشرة أغاني في السنة ده هيبقى عندي فرصة أكبر أصبح هنا المعيار بتاع العائد المادي مش إن الأغنية تعلم وتعيش ولا لأ المهم هب هات الفنوس هو الفكر إن صناعت أغنية أصلاً بقت حاجة سهلة أصلاً يعني السينما والدراما لا صناعة صناعة مكلفة وصناعة بتخش فيها عناصر كتير قوي يعني التتر اللي بنقراه في آخر المسلسل أو آخر الفيلم ده ده بيكون جيوش لكن الأغنية دلوقتي حتى صناعتها من الناحية التقنية المكنة خلاص يعني المكنة يعني الزكاة الاصطناعية مثلاً نسمعها و بنشوفه ده دلوقتي هو أصلاً حتى يعني كل حاجة ممكن تتعامل بين أنت تقول للمكنة بس تعملي إيه يعني فيه برامج دلوقتي على توزيع أنت بتماليه السولو آه بتماليه يعني بتعمله مين اللي هيعبي الشريط يا سيمة زجانجي أنا عايز تقول له جيتار بيعمل كده وتقول له الله هيعمله فأنا هقضع الكمبيوتر أصبحت كل اللي أنا عايزه خلاص بأصبح فيه عندي غانوى حاجة دي موجودة دلوقتي فهو حتى من ناحية الصناعة والإنتاج المزيكة مختلفة عن السلمة وال كان نفسي تطميني بصوا أنا هطلع على فاصل وعايز أرجع على بعد الفاصل سلنا كمان سلمة وسلنا كمان مزيكة وبعدين هنخلونا نختم بدل عشان بس راس السنة حاجة تانية تقبل أبدا نفصل ونكمل الكلام وفي الفاصل كان حديثا ممتلئا بالأسرار لن نفسح عنها على الإطلاق لحد ما يجي وقت ممكن بعد عشرين سنة كده طيب خليني هنا هارجع مرة تانية لرمي المتوالي أكتر المسلسلات اللي تشافت في مصر كانت إيه أو تشافت طبيعة الحال مصر عند المنطقة العربية على طول كانت إيه في تلاتة وعشرين يعني أنا من وجهة نظري إن جعفر العمدة عمل من الانتشار والمساحة دي كمان تخطط الأزواء المعتادة يعني عادة أنت بتعمل المسلسل المسلسل ده بيقى موجه لشريحة معينة له طبيعة خاصة بنحط العناصر معينة دي علشان هو رايح للشريحة دي هو تخطط ده إنه هو راح لأكتر من شريحة ليه؟ ليه بقى؟ لأنه هو في البنة بتاعه كمسلسل محمد سامي كمخرج حط مجموعة من العوامل خليته يعدي المساحات دي يعني ممكن البعض ياخده على إنه هو مسلسل ساخر كل شيء بالبروكة بتاعتمحمد رمضان والشنب الغريب وطريقته في الكلام والتعامل بالزبط أنا شفته مسلسل كوميدي ساخر من نفسه ساخر يعني ولا قصة ولا أكشن نسيبك من مشاهد الأكشن اللي فيه أنا خدته مسلسل كان بيموتني دي حتى وأنا خلال أنتو بتحك وبنسبالي رمضان اكتشاف ككوميديا بالزبط لا بسوك العامل قبل كده بصراحة لا السنة دي بص أخر ديك في مصر اللطيف لطيف واحد سعيدي أعتقدكم مش قوي معنا بنيش قوي لكن جعفر العمدة لا رمضان صاحب قفل لأن محمد سامي هنا كان مركز حتى في المكياج والملابس والبرودكشن ديزاين فده جهد الجهد ده طالما أنت بزلت جهد على عمل فني الجهد ده بيترد في ناس تانية شافت أن ده بطل شحبي وده امتداد لمنظومة معينة من القيم البعض الآخر حب فكرة الجواز من أربعة وفكرة الصراعات ما بين الستات لأن دي مساحة البعض برضو بيحبها في جزء من الجمهور بيتفرج عليها تركي ومكسيكي ومصري وعرم وصحة كوميديا اجتماعية برضو يعني العلاقة ما بين الزوجات كوميديا اجتماعية مذهلة فده مساحة من المساحات اللي نقدر نقول أن هي كانت مختلفة جدا في رمضان ويمكن قدرت أن هي وها لا صدقي طبعا صف صف لا لا أنت ستكلم على ممثلة عظيمة صف صف ومية كساب قتل على يعرفين الرحلة لا لا وإيمان العاصي برضو لا أنا أقل في الضحك أنا فعلا فعلا أي حاجة هلا صدقي مية كساب محمد رمضان أنا بموت لا لا ومحمد فهيم وفهيم حركة الرجل على الرقم مش ممكن فالفكرة هنا كمان إيمان العاصي عملت مساحة مختلفة جدا عملت دول مختلفة تماما عملت شخصية مختلفة تماما عن اللي هي متعودة أن هي تقدمه طبعا يعني نمر واحد جعفر في رمضان من راجة نظري في الأف سيزنز في الأف سيزنز بقى أنت عندك اتنين أف سيزنز في 23 فيه في أول 23 كنت أنت بتاخد باقي السيزن بتاع 22 ده كان فيه مثلا نقدر نقول وبيننا معاد كان دراما لطيفة جدا طبعا هو الموسم كان بادئ مع مسلسل خالد الصاوي أعمل إيه وبعدين إيجار قديم بعدين دخلنا في السنة الجديدة في وبيننا معاد وبعدين البم الكبير جدا بلتو يعني أنا شايف أن بلتو قفل سيزن خريف وشتة 22 23 كان نهاية لطيفة جدا هو والأصلي طبعا بس يعني بلتو أكتر لأن مسلسل شبابي كان فيه مغامرة من المتحدة ووشتة أنه هم يروحوا لعمل رواقي يروحوا لبطل شاب اللي هو هسام عمر يعني فكرة هنا كانت يعني مساحتها فيها مخاطرة وفيها مغامرة قدرنا أن نحن نحقق نجاح كبير جدا بعد كده دخلنا في رمضان فالأوف سيزن بقى التاني بعد رمضان لما بدأنا كان فيه أكتر من مسلسل مميز يمكن أقول أكتر واحد فيهم صوت وصورة حنان مطوع طبعا وده طبعا كان يعني مسلسل كان فيه بالتوازي بيتعرض معه مسلسل ورق التوت وأنا شايف أنه ورق التوت مسلسل يعني يمكن يكون بيلعبها وفقا للكتاب ما غيرش كتير قوي أنت جبت نقطة معينة جمعت فيها مجموعة من الأبطال ومجموعة الأبطال دول كل واحد فيهم أنت بتشوف حياته عاملة إزاي المميز في المسلسل ده أنه إحنا روحنا لتفاعلات نفسية مع طبقات مختلفة فابتدوا هم يتفعلوا مع بعض كأصدقاء في المعهد ويتفعلوا مع أهليهم فأنا شفت مساحة متنوعة جدا من المشاكل الاجتماعية مع قصد يعني أنا شايف أنه هو مختارينه بعناية شديدة جدا والناس كانوا مهتمين بالتنفسية أنا عجب لي جدا مسألة التنوع الطبقي في الدرامة المصرية بالضبط كان فيه فترة كده غريبة جدا كل المسلسلات في بيوت يا نفس الفيلا في المصرية حلوة لدرجة إن نفسك تجزع إيه الحلاوة دي يا فيلا المصرية معروفة ما تعرفش حجب غريبة جدا فيلا الإزاز كريستال كده والعربية بتخش جوه البيت محمد سامي اللي هو اللي عمل بدأ ده ماشي يعني بس كانت كله كده طب محمد سامي كان تراند ستر كله جاي ورا سامي وها كذا فا وبعدين شوية تاني قالك إيه لا هي بقى إيه مسلسلات البلطجية والمشعافي بالضبط يا عم مصر غمى يا كده يا كده شيء غريب طب هنا فيه بس حاجة أخيرة طبقا متوسطة آه طبقا متوسطة دي ما كانت غاية دي النقطة القديم نقطة اللي أنا عايز أقولك عليها آآ محمد سليمان عب مالك في السيزن الأخراني ده عامل مسلسلين مختلفين تماما جدا عن بعض والاتنين برضو أنا شايف أنه هم يعني وصلوا للزروة لوسط وصورة من ناحية صحيح وده برضو رايحلي عند الطبقة المتوسطة من المرحلة الدنيا للمرحلة العليا في الشخصية الرئاسية بداية الطبقة إلى أعلاها إلى أعلاها عند بالضبط بشكل عام وناحية التانية زينهم يعني زينهم لسه خلصان وده مسلسل لايت خفيف وشايف برضو أنه هو مخاطرة ورايح لمنطقة برضو لطيفة جدا فأنا شايف أن السنة كلها كان فيها مسلسلات كتير جيدة وأن دي مساحة كبيرة جدا في هنا دقتين خلوهم ثلاثة بس يعني في السريع كده عشان نرجع بصوات في كاونداون طب دقتين أمجد والأمر اللي من قبل من دعا في رأيك الأكثر استماع غير على صمصاصة بقى هلأ هو صمصاصة مش الأكثر استماعا على الفكرة هو من الأكثر استماعا يا شيخ هو الأكثر استماعا على منصة من المنصات وها مش منصة عشان يعني برضو نكون وقعين هي مش المنصة اللي عليها الاشتراكات الأكبر هي ما عنداش العينة اللي هو نقدر نحكم منها يعني على فهم في الإحصار أنا في رأيي في الموسيقى والغنى جوه الشاق الأوسط أنغامي تاكل معم هي أنغامي عصام صوصة فيها الرابع لكن هو الأول في سبوتيفاي فسبوتيفاي يعني مش عايزينك يعني نقول برضو اللي عنده شعبية أكتر أنغامي عايزينها الخرص في التفاصيل دي عشان ما يكونش إعلان أو حاجة بس فأنغامي طبعا عمر الدياب هو الأول دخل في ستمائة مليون يعني عدى نصف مليار من السنة التسعة تلاف وخمسة على التوالي آه من الفرنة عشر هو الأول عمر دياب على منصة أنغامي يعني طبعا بعض بيفسر الموضوع ده أنه هو لأنه هو في احتكار من المنصة لشغل عمر دياب الجديد بس هو من الفرنة عشر طبعا من قبل ما يعمل العدل احتكار ده هو دايما بيكون عمر دياب من المنصات بيطلع لدراحة بالزبط من قبل ما يخترعوا المنصات لا والآبوم الجديد بتاعه نزل وعمل حالة حقيقية يعني إحنا كنا افتقدنا الأجواء دي يعني أنا أجواء الألبومات دي تسعيلات وأخيرات أنا شاف أن عمر دياب في المنصة آه ما يعني والله موارز وكان فيه إشعاعات أنه هو يعني شريك في بعض المنصة بس دي كلها إشعاعات طبعا بعضه أحمد سعد أحمد سعد أحمد سعد يعني في السنتين الأخيراتين عامل تقلق غير طبيعي ربنا صرف له فعلا عرأيه مصطفى حمدي طبعا هو يعني حاجة حاجة كده بتاعت ربنا أنا شايف أنها حاجة قدرية ربنا كاتب له رزق لأن الأغاني حتى لو حللناها بتاعت السنة دي السنة اللي فاتت مثلا كان اليوم الحلو ده ووسع ووسع كانت أغاني فعلا فيها دهشة من نوع لكن أغاني السنة دي أنا شايف أنها أقل شوية هي الليالي واختياراتي من ضمارها حياتي لكن هو بقى بقوة الدفع بقى خلاص بقى بينجح تعود على النجاح هو خلاص حتى لو الأغنية نص نص بينجح دلوقتي أحمد سعد أنا مش فضلي 30 ثانية في زمنتك وكمل بصورة عفلات إنسانية بعد أحمد سعد تامر حسني طبعا تامر حسني رغب أنه هو ما عملش أغاني كتير ناجحة السنة دي لكن الأرشيف بتاعه مساعده يعني الأرشيف بتاعه الريبرتوار الغنائي بتاعه أو الديسكو جرافيا بتاعته مساعدين أنه هو يفضل مسموع بعد عصام صلصة حاببنا طبعا طبعا الرابع والخامس رامي صابري والخامس رامي صابري رامي صابري عمل كامبا كبير رامي أكتب لك الرزق هارون والملاحظة الأهم طبعا أن عمر دياب تسمع قد الأربعة دون مع بعض يعني أرقامه يعني نجمع كل الأربعة دون هنطلع عمر دون عمر سمع سكتمائة مليون قد إجمال الباقيين إجمال التاتة وعبا أنا هطلع معاه شو عمر دياب برضو هو المركز رب ناديله الصحة رب ناديله الصحة يعني اللهم لا حسن والله يبقى مناع أنا عايز أشكركم جدا وكنت طبعا أنا عارف أنكم كان نفسكم تقضوا صهرة رأس سنة لطيفة أكيد مش مع راجل بدأني بيضع وبتاعه لا لا هي لطيفة صدقني لا حلوة دايما ونحرك لكم وصن طيبين سنة سعيدة وانت تعاليكم وصن ربوا على كل البشرية قادر يا كريم إلا أفكدور لبرمن وبين يميننا تانياه واصم صاص لا ربنا أدينه الصحة يا عم حرامي عمد ربنا كاتب لوريز أشكركم جدا يا جماعة كل سنوات طيبين سنة سعيدة ونترككم وإلى اللقاء ونراكم في العام الجديد بات قاب قوسين أو أدنى